اهلا بكم الان سنقوم بنقل او نسق او رفع الملفات الموجودة هنا لتصبح هنا ايضا موجودة والموضوع الذي سنقوم فيه ليس مجرد عملية رفع يعني بكل بساطة اذا اردت مشاركة كود معكم ساقوم بضغط ملفات هذه الاكواد وضعها مثلا على جوجل دراف وعطيكم رابط هذا الكود واقول لكم قموا بالتحميلة وستحصلون على نسخة منه بانفسكم لكن انا لا اتبع هذه الطريقة هنا لماذا الفكرة انني ليست فقط احتاج لرفع الملفات واخد نسخة منها من خادم الحلي ووضع نسخة منها اونلاين ليس هذا فقط الموضوع انا احتاج لتقنية ما تساعدني على مراقبة التغييرات وكل ما يحدث على المجلد الذي اعمل عليه في مشروعي فعندما نبدأ بالبرمجة فرحن نعمل على مجلد او عدة مجلدات ونقوم بالتغيير على هذه المجلدات اي مثلا يكون مجلد مشروعنا مثلا هنا دينا مجلد اسمه HTML to WordPress هو مجلد من المشروع الخاص بنا اذا قمنا ب list الملفات الموجودة فيه او سلط الملفات الموجودة فيه او المجلدات سنجد انا فيه مجلد اسمه WordPress لدينا مجلد هنا اسمه كيبت سيمبل لدينا ملف هنا اسمه ريدمي فمثلا ربما افتح ملف ريدمي هنا اقوم باضافة اليه بعض البيانات على سبيل المثال وبعد فترة مثلا قمت بحذف ملف ريدمي عن طريق الخطأ ذهب الملف فالان امامي خيار ان اقوم ب لا يمكنني استرداد ملف ريدمي بكل بساطة ساقوم بانشاء الملف من البداية من الصفة واعيدة كتابة المعلومات الموجودة فيه طبعا هذا الشيء يضيع الوقت هذا الشيء هذه طريقة غير منظمة في العمل نعم انا استطيع اذا ضع ملف استطيع ان اقوم بانشاء من جديد ماذا لو قمت بمسح مجلد كامل ماذا لو قمت مثلا بالقيام ببعض التغيرات البرمجية الخاطئة جدا على احد مجلدات وقامت بالعبث قامت بتوقف كل مشروع عن العمل فكيف يمكنني التراجع عن هذه الامور فانا احتاج تقنية تراقب لي الاجراءات التي اقوم بها على مشروعي وفي حالة اذا اردت مثلا ان اقوم بالاسترداد الذحاب العودة الى نقطة معينة في مشروعي يمكنني ذلك لان هذه الجهة تراقب كل شيء تحتفظ بكل شيء يعني ربما الان قد احذف مجلد ريدمي ولكن مجلد ان هذا الملف قمت باخذ منه بشكل مبسط دعونا نقول اخذ منه نسخة اونلاين فبكل بساطة يمكنني استرداده بكل بكل سهولة باستخدام فالفكرة الاولى ان تقنية ادارة GET لا تسمح فقط لك ان تقوم يعني ليست فكرة منها فقط ان تضع الكود الخاص بك او نسخة منه اونلاين يمكنك استخدام GET على الخدم محلي دون ان يكون لك شيء معين مستودع مثل هنا اونلاين فكيف ذلك او ماذا يعني ذلك فبكل بساطة الان اذا قمت بكتابة امر GET وهي الطريقة التي نستطيع بها ادارة GET هو ان نكتب GET status فاي امر GET يبدأ ب GET انا اريد معرفة حالة GET بمعنى اخر انا اتحدث مع تقنية GET واقول لها اعرض لي حالة او الاجراءات التي تمت على هذا المجلد فعرض لي هنا ان هناك بعض المجلدات الموجودة في هذا المجلد ولكن GET لم يراقبها السبب انني لم اقم باضافتها لم اقم بطلب من امر GET ان يقوم بمراقبة هذه المجلدات لي فبكل بساطة انا ساقوم بذلك فبداية ساقوم باضافة GET AD ساقوم باضافة wordpress فالان انا بكل بساطة من خلال هذا الامر انا اتحدث مع تقنية GET و اقول لها قومي بمراقبة مجلد wordpress من اجلي اذا قمت باي تغيير على wordpress يعني راقبي هذه التغييرات اخبريني بها عندما اسألك عن ذلك فا انتر فالان فقط قمت باضافة wordpress هذا المجلد لم اقم بمراقبته فاذا ساقوم بمسح الشاشة الان مرة اخرى ساطلب الامر من GET status فسيقول لي ان هذه المجلدات كلها موجودة او مجلدات موجودة في wordpress هذه كلها تم اضافتها و مراقبتها ب GET جيد كلها الان يتم مراقبتها ب GET اي تغيير على هذه الملفات ما الذي سيحدث اي تغيير على هذه الملفات سا دقيقة واحدة اي تغيير على هذه الملفات سيتم مراقبته من قبل تقنية GET لكن هنا في اللون الاحمر يقول لي هنا ان هذا الملف عفوا المجلد ليس مراقب ب GET لاني لم اقم باضافته بامل GET AD جيد ممتاز الان ساضيف المجلد الثاني كي بتسبب بعد قليل ولكن الان اذا ذهبت الى المجلد هنا قمت بال عفوا في قمت بالتحديث لن اجد شيء هنا لم يتبنقل اي شيء هنا السبب ان اني لم اقم بتأكيد اضافة هذا هذا الشيء الذي قمت باضافته ل لم اؤكد اني اريد اضافته فيما بعد ل المستودع الاساسي فساقم بكتابة GET comment وتعني ذلك اني اريد ان اهيئ هذا الشيء اهيئ مستودع GET الموجود الان في المستودع او المجلدات التي الان يراقبها GET اريد ان اهيئها لكي تنتقل واكد انتقالها لونلاين بعد قليل فساكتب انه رسالة بسيطة تعبر عن هذا الاجراء الذي قمت به وهذه الرسالة ستكون انه add wordpress installation ف هكذا فقط يقول لي تم اضافته مرة اخذة الان اذا ذهبت الى هنا هكذا جيد فذهبت الى هنا لن اجد اي شيء لان كل هذا الموضوع الذي قمت باجرائه الان هو مازالة offline مازالة على مستودعي المحلي اذا قدت ان اقوم بالربط مع المستودع واضافة هذه الملفات للمستودع الانلاين الموجود هنا فعلي ان اقوم بكتابة GET PUSH وهنا اكتب اني اريد اضافتها ل اسم عفوا اريد اضافتها للمستودع الاساسي وهو هذا المستودع ساقوم الان بادخال اسمي هنا وبعد قليل سيطلب مني ادخال كلمة المرور سادخلها فيما بعد وبعد ذلك سيتم ادفع كل هذه الملفات الى هنا جيد الان لن اقوم بذلك الان لان لم احفظ كلمة المرور بعد لكن ساقوم باضافة الملفات الاخرى الان اذا ذهبت الى اضافتها الان اريد ايضا ان اؤكد ان اريد ان اقوم باضافتها وهذا الاجراء تميدا فيما بعد اذا اردت اضافة هذه الاجراءات للمستودع الموجود انلاين فساكتب ان التعبير عن هذا الاجراء الذي قمت فيه ساقول static html جيد وتمت اضافتها الان ما الذي سافعله؟ بكل بساطة مرة اخرى ساقوم باضافة هذه الملفات للمستودع الاساسي المستودع وادخل اسمي في وكلمة مروري وبعد ذلك سيتم رفع كل هذه الملفات الموجودة الى هنا وستطرونها امامكم الان قمت بادخال كلمة المرور وظهرت لعملية الرفع الملفات هنا الى github وجدت كل هذه الملفات الموجودة على الخادم المحلي هنا لدي ايضا هي موجودة اونلاين فلدينا هنا لاحظوا معي wordpress قمت برفعي هنا الوصف عن هذا التغيير الذي حصل هنا هو wordpress installation keep it simple هو والتي سنعمل عليها فاذا ذهبت الى هذا المجلد الموجود هنا بهذا الشكل سأجد ان لدينا التي قمت بتحميلها من الشخص الذي او الشركة التي قامت بتصميم القالب قالب والملفات التي قمت بتعديلها هنا ستجدونها موجودة هنا وهذه هي الملفات التي سنقوم بتعديلها او عفوا التي سنقوم باستخدامها في هذا في هذه السلسلة فاذا في الفيديو القادم سنبدأ فعليا بالقيام بالبدأ بالتعلم عن قوالب wordpress